اشتركوا في القناة ثمانمائة وواحد وثلاثين مليار دولار تليها ميزانية الدفاع الصينية والتي تقدر بمائتين وسبعة وعشرين مليار دولار المرتبة الثالثة حصلت عليها روسيا بمائة وتسعة مليارات دولار في المرتبة الرابعة جاءت الهند بأربعة وسبعين مليار دولار لتأتي المملكة العربية الصعودية في المركز الخامس وبحجم انفاق عسكري بلغ واحد وسبعين فصل سبعة مليار دولار وهو الرقم الذي يؤهرها لتحتل المركز الخامس بين القوى العالمية وذكر الموقع ان حجم الانفاق السعودي العسكرية يفوق عددا من اعضاء حلف شمال الاطلسي نيطا وابرزهم بريطانيا والمانيا وفرنسا وتوركيا كما يقدر بنحو ثلاثة اضعاف الانفاق العسكري الاسرائيلي حيث تقدر ميزانية الدفاع العسكرية الاسرائيلية حوالي 24 مليار دولار الجيش السعودي الذي يصنف في المرتبة الثالثة والعشرين بين اضخم 145 جيشا في العالم في 2024 اي من حيث العدد وضخامة الجيش واعدد المنتسبين اليها فهو يحتل المرتبة الثالثة والعشرين عالميا ويأتي في مرتبة متقدمة جدا بين اقوى الجيوش في الشرق الاوسط حيث يصنف موقع جلوبال فاير باور الجيش المصري كاقوى جيش عربي ثم يأتي بعد ذلك الجيش السعودي في المرتبة الثانية بين اقوى الجيوش العربية بعد الجيش المصري متفوقا على الجيش الجزائري والجيش المغربي والجيش العراقي وبقية الجيوش العربية حسب ما تشير احصائية موقع جلوبال فاير باور الامريكي للعام 2024 كما اشار الموقع لان الجيش السعودي بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط ككل يأتي بعد توركيا ومصر ومتقدما حتى على الجيش الاسرائيلي الذي يحتل المرتبة الخامسة في المنطقة وتصنف السعودية ضمن اكثر خمس دول في العالم منفقا على جيوشها بعد كل من الولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا والهند هناك معلومات مهمة جدا فعدد الجيش السعودي بالتحديد هو اربعمائة الف وسبعة الاف فرد بينهم مائتين وسبعة وخمسين الف فرد قوات عاملة ومائة وخمسين الف فرد قوات شبه عسكرية وتمتلك السعودية قوة جوية ضخمة مهيبة جدا تصنف في المرتبة الثاني عشر عالميا بتسعمائة واربعة عشر طائرة والملخضا المملكة العربية السعودية سوف تحسن هذه المرتبة المتقدمة جدا للصايد العالمي وهي المركز الثاني عشر عالميا في حال اضافت صفقة جديدة الى طائرتها وخصوصا تلك الصفقات التي تتحدث عنها الصحف العالمية طائرات غرفال وحتى الطيفان تضم المملكة العربية السعودية في اسطولها مائتين وثلاثة وثمانين مقاتلة منها واحد وثمانون طائرة هجومية وتسعة واربعون طائرة نقل عسكري ومائتين واثنان طائرة تدريب وخمسة عشر طائرة مهام من حصة واثنان وعشرين طائرة تزود بالوقود في الجو ومائتين واثنان وستين مروحية بينها أربعة وثلاثون مروحية هجومية كما تمتلك القوات البرية السعودية عتادا عسكريا ضخما جدا يضم ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعين دبابا عشرين ألفا وستمائة وأربعة وتسعين مركبة عسكرية ألفا ومائتي وستة وثلاثين مدفعا ذاتي الحركة ألفين وسبعة عشر مدفعا مقطورا أربعمائة وتسعين راجمة صواريخ تمتلك أيضا السعودية قوات بحرية تصنف في المرتبة رقم خمسين عالميا بينها سبع فرقاطات وأربع كورفيتات وتسعة وثلاثون سفينة دورية وثلاث كزيحات ألغام بحرية